بعد تأجيلات عديدة لطرح خطة الإدارة الأمريكية والتي تعرف بصفقة القرن يبدو أن الكشف عن مضمونها بات قاب قوسين أو أدنى بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع النقاب عن تفاصيل الخطة قبل اجتماعه يوم الثلاثاء القادم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بن يمين نتنياهو ومنافسه بني جانيتس وتعليقا على الإعلان المرتقب عن الصفقة قال نتنياهو للصحفيين عشية زيارة له إلى واشنطن إن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة في التاريخ ولا يجوز تفويتها معتبرا أن ترامب أكبر صديق لإسرائيل رئيس تحالف أزرق أبيض بني جانيتس تلقى أيضا دعوة ترامب بالموافقة واصفا للخطة الأمريكية بأنها ستدخل التاريخ كمنعطف مهم يرسم الطريقة أمام أطراف فاعلة ومختلفة في الشرق الأوسط للتقدم نحو اتفاق إقليمي تاريخي وفق تعبيره في المقابل أن في المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا وجود أي اتصال مع إدارة ترامب حول صفقة القرن وذلك تعقيبا على ما ذكروا ترامب من أن إدارته تحدثت بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث معهم مجددا الرئاسة الفلسطينية جددت مرة أخرى تأكيد موقفها الرافض لقرارات ترامب المتعلقة بالقدس وبكل ما يتعلق بصفقة القرن وأكدت عدة مصادر في وقت سابق أن ما تعرف بصفقة القرن تنطوي على هضم كبير لحقوق الفلسطينيين ولا تشمل صيغة حل الدولتين التي كانت تعتبر سبيلا وحيدا لحل الصراع بموجب قرارات الأهمم المتحدة فيما يعتبر مراقبون أنه مع إعلان ترامب نيته الكشف عن الصفقة خلال لقائه نتنياهو وغانيت تبدو المواقف وردود الفعل الشعبية والرسمية في فلسطين والدول العربية خجولة ولا ترتقي إلى مستوى المشكلة ترجمة نانسي قنقر